كشف السفير المغربي بالخرطوم محمد ماء العينين عن زيارة مرتقبة لملك المغرب محمد السادس للسودان خلال العام الجاري ووصف السفير المغربي بالخرطوم علاقات البلدين بالممتازة كاشفا عن زيارة مرتقبة للعاهل المغربي للخرطوم خلال العام الجاري مشيرا إلى وجود تسعة وثلاثين اتفاقية مبرمة بين المغرب والسودان بجانب اثنتين وخمسين زيارة وزارية في الاتجاهين خلال السنوات العشر الأخيرة مبينا أنه في ديسمبر أو ديسمبر سبعة عشر و الفين زار مائة وخمسة وثلاثون من رجال الأعمال المغاربة السودان لدراسة السوق